إليك بيان آيات الكتاب بتفسير يزيل غشى الضباب تنير الفهم أمثال عضاة وتهدي للحقيقة وصواب كتاب الله نبراس البرايا وغيث نور للروح الياباب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من بعثه الله رحمة للعالمين صلوات الله وسلامه عليه دائما وأبدا إلى يوم الدين أيها الإخوة والأخوات لما ذكر الله جل وعلا الأدلة الكونية على التوحيد وعلى القدرة على قدرة الله جل وعلا على بعث الناس يوم القيامة لأن أعظم ما كذب به المشركون هو التوحيد وكذبوا بالبعث وأحالوا واستبعدوا أن يبعث الله تعالى على الناس بعد موتهم وفنائهم كما كذبوا بنزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الله تعالى بعض الآيات الكونية وأرشد الناس إلى التفكر فيها انتقل الكلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم بتوجيهه إلى دوام تذكير الناس بالآيات الشرعية من القرآن الكريم وبتلاوة وحي الله عز وجل عليهم وبتذكيرهم بالآيات الكونية فتتعاضد الآيتان الآية الشرعية بالقرآن العظيم بالوحي والآية الكونية بما يراه الإنسان من عظيم مخلوقات الله التي تدله على عظمة من خلقها فأمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بالدوام على تبليغ الرسالة وبتذكير الناس بما أمره الله تعالى بتذكيرهم به فقال سبحانه فذكر إنما أنت مذكر هذه الفاء تسمى في لغة العرب الفاء الفصيحة وهي تفصح عن أمر مقدر محذوف في الكلام أي إذا كان الأمر كما علمت مما تقدم ذكره في أوائل هذه السورة فذكر إنما أنت مذكر أي فذكر بالقرآن أي داوم على التذكير لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخل بتبليغ الرسالة يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته فالنبي صلى الله عليه وسلم أرحم الخلق بالخلق وأنصحهم للناس فلذلك كان دأبه التذكير ودأبه إنذار الناس وبشارتهم وقوله تعالى فذكر أي دم واستمر على ما أنت عليه أيها الرسول من تذكير الناس بحق الله عز وجل عليهم الذي أعظمه التوحيد وإخلاص العبادة لله جل وعلا فذكر وحذف المذكر به ليشمل كل ما يتذكر به الناس وأعظم ما يتذكر به الناس هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ فكل من بلغه القرآن فقد قامت عليه الحجة فذكر أي ذكر بالقرآن ذكر الناس وعظهم بآيات الله تعالى الكونية وأعظم ما يذكر به الناس هذا القرآن ولذلك كان من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي إلى الناس في مجالسهم ويقرأ عليهم القرآن ويذكرهم بقول الله جل وعلا لأن أعظم ما يذكر به الناس هو تلاوة القرآن على مسامعهم فذكر بالقرآن من يخاف وعيد والله تعالى سمى القرآن ذكرا سماه في غير موضع من القرآن هو ذكر لأن الناس يتذكرون بالقرآن حق الله عليهم كلما غفل الإنسان عن ذكر الله غفل عن حق الله عليه سمع القرآن أو تلاه ذكره بحق الله جل وعلا فتذكر فذكر إنما أنت مذكر هذه جبلة تعليلية إنما أنت مذكر أي توصيف النبي عليه الصلاة والسلام أنه مذكر مبلغ لرسالة الله جل وعلا وليس عليه هدي الناس هدي التوفيق وهالهدي بمعنى قبول الحق هذا أمره إلى الله جل وعلا الذي كلف به النبي صلى الله عليه وسلم ما هو التذكير هو بلاغ الرسالة وبلاغ الوحي للناس وما وراء ذلك من هداية الناس التي بمعنى هي هداية التوفيق والإلهام وقبول الحق هذه لله جل وعلا فذكر ولذلك ربنا قال وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم أي النبي عليه الصلاة والسلام يهدي إلى صراط مستقيم بما يبلغه من الوحي وأما قول الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء هذه هي هداية قبول الحق أمرها إلى الله أن تبلغ الناس بيّن لهم الحق فقط وأما قبول الحق والتوفيق للهداية فذلك إلى الله سبحانه وتعالى فهو سبحانه وتعالى يهدي من يشاء ويضل من يشاء وإنما وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم مقصورة على البلاغ فقط وأما الهداية القلبية فأمرها إلى الله جل وعلا إنما أنت مذكر أي وظيفتك أيها الرسول هو التذكير هو بيان الحق هو بلاغ الرسالة ولست هاديا لهم فلا تذهب نفسك على عدم إيمانهم حسرات ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يجد من نفسه حزنا حميقا سلاه الله في غير ما آية من القرآن ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين النبي عليه الصلاة والسلام يحزن لعدم إيمان الناس والله تعالى يسليه ويقول ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء لا تبتئس ولا تحزن أيها الرسول ولا يضق صدرك على عدم إيمان من لم يؤمن فأمر ذلك إلى الله وهو سر الله تعالى في خلقه إنما عليك أيها الرسول هو البلاغ لعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا لعلك أيها الرسول مهلك نفسك حزنا على عدم إيمان من لم يؤمن لا تأس عليهم ولا تحزن أيها الرسول فإنما عليك البلاغ ولذلك قال سبحانه لست عليهم بمسيطر أي لست عليهم بمسلط لست عليهم بقاهر تجبرهم على الإيمان هذا ليس إليك والنبي عليه الصلاة والسلام لما جاء إلى عمه أبي طالب وكان في النزع الأخير وقال يا عمي قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله وأبى أن يقول لا إله إلا الله ومات على ملة الكفر فحزن النبي عليه الصلاة والسلام فسلاه الله عز وجل بقوله إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء هذا موكول إلى الله جل وعلا وهو من قدره لست عليهم بمسيطر أي لست بذي سلطة فتجبرهم على الإيمان أو لك قدرة على تقليب قلوبهم إلى الحق هذا إلى الله سبحانه وتعالى كما قال جل وعلا وما أنت عليهم بجبار أي لست مسلطا على الكفار بالإكراه لهم على الإسلام ولذلك قال سبحانه لا إكراه في الدين فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر هذا استثناء منقطع إلا هنا استثناء منقطع والاستثناء المنقطع بمعنى لكن يفيد الاستدراك لكن من أعرض عن الإيمان هذه جملة اعتراضية وهي بمعنى الاحتراس لألا يتوهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان ليس مسيطرا على الناس على إجبارهم على الإيمان أنهم قد أفلتوا من عدالة الله لا بل كما قال الله جل وعلا إلا من تولى وكفر لكن من تولى وكفر أي أعرض وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر أمره إلى الله جل وعلا وهو يحاسبه ومن هنا مبتدى مضمن معنى الشرط إلا من تولى اسم موصول يتضمن معنى الشرط ولذلك قرنا خبره بحرف الفاء فيعذبه الله العذاب الأكبر أي عذاب النار ووصف بالأكبر لأنه لا أكبر من عذاب النار ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون لأن عذاب الآخرة هو العذاب الأعظم وكل عذاب نالهم في الدنيا فهو بالنسبة إلى عذاب الآخرة لا شيء بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر ثم تأملوا إلى حسن ختام هذه السورة الكريمة إن إلينا إيابهم أي إلى الله تعالى إيابهم أي المرجع أي الرجوع لأن الإياب من الأوب وهو الرجوع فكأن الإنسان لما خلقه الله جل وعلا ثم عاش في هذه الدنيا ومات رجع إلى الله الذي خلقه فعبر عن ذلك بالرجوع ثم إن إلينا إيابهم إن إلينا رجوع الناس جميعا وهذا فيه بيان أن الله سيحاسبهم وذلك جاء صريحا كما قال سبحانه ثم إن علينا حسابهم وثم للتراخ الرتبي لأن المقصود من رجوع الناس يوم المحشر إلى الله هو حسابهم وهو في يوم القيامة فيحاسبهم الله جل وعلا بأعمالهم للذين أحسنوا الحسنة ليجزي الذين أحسنوا بالحسنة ويجزي الذين أساءوا بما عملوا ولا يظلم ربك أحدا وهذا من مقتضى حكمة الله جل وعلا وتدل على ذلك صيغة الوجوب على ثم إن علينا حسابهم فهو عهد أخذه الله على ذاته المقدسة ولن يخلفه كما قال سبحانه فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون ثم إن علينا علينا هذه تفيد أن الله جل وعلا التزم وجعل حقا على ذاته المقدسة أن يحاسب الناس على أعمالهم كما قال الله جل وعلا في الحديث القدسي يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم هي أعمالكم أحصيها لكم فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه لأن الله أقام عليه الحجة من أحسن فلنفسه ومن أساء فعليه ثم إن علينا حسابه ومن علم أنه محاسب من علم يقينا أنه سيلقى الله سبحانه وتعالى لا بد أن يعتبر ويتعر ولا بد أن يستقيم عمله في الدنيا على مراد الله جل وعلا لأنه إذا علم الإنسان يقينا أنه سيقابل الله جل وعلا والله سيقرره بأعماله ويحاسبه عليها سيحرص في هذه الدنيا كل الحرص على أن يعمل العمل الذي يشرفه عند الله جل وعلا وربنا يقول الله لا إله إلاه ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه هذا حق وهذا من مقتضى حكمة الله جل وعلا وعدله فالذين أنكروا يوم القيامة وأحالوا واستبعدوا أن يبعث الله الناس من قبورهم للجزاء الذين أنكروا ذلك يعني هم اعتقدوا أن الله خلق هذه الحياة عبثا وخلق الناس سدا أيحسب الإنسان أن يترك سدا لا والله لن يترك هكذا سبهللا هملا بل خلقهم في هذه الدنيا وجعل فيهم قابلية الخير وقابلية الشر ابتلاء من الله جل وعلا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا فهذه السورة الكريمة ختمت بهاتين الآيتين وهذا كما يقال في علم البلاغة من باب رد العجز على الصدر لما ذكر الله تعالى في افتتاحها هل أتاك حديث الغاشية الإخبار بقيام الساعة ومن صفات القيامة أنها الغاشية ختم الله هذه السورة بقوله ثم إن علينا حسابهم فمن حكمة الله لجمع الناس في يوم لا ريب فيه أن يحاسب الله تعالى الناس على أعمالهم ومن ثم فريق في الجنة وفريق في السعير يعني الناس في أعمالهم في الدنيا شتى إن سعيكم لشتى سعي الناس في الدنيا مختلف أيترك الله تعالى الناس هملا أيترك المحسن دون جزاء على إحسانه ويترك المسيء دون جزاء على إساءاته أبدا هذا ليس من عدل الله سبحانه وتعالى ولذلك نجد بعض الظلمة يموت وهو موتع بدنيا لكن الله تعالى له يوم القيامة بالمرصاد وقد خاب من حمل ظلم وإنما توفون أجوركم يوم القيامة كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة توفية الإنسان حقه إنما يكون على وجه الحقيقة هو يوم القيامة أما في الدنيا نعم قد يعطى الإنسان بحسنات ما عمل في دنياه من بركة العمل الصالح ثوابا معجلا لكن الجزاء الحقيقي يوم القيامة كذلك العاصي والظالم والكافر قد يجزى بظلمه في الدنيا جزاء معجلا عقوبة له وقد يدخر ذلك ويجمع له في الآخرة وهذا أشد وأعظم نسأل الله العافية ولذلك إخواني الكرام هذه الآية عظيمة والله وقعها على النفس ثم إن علينا حسابهم يعني حياة الإنسان في الدنيا زمن عيش قصير ثم مصيره إلى الله وأن إلى ربك الرجع وأن إلى ربك المنتهى المصير إلى الله سبحانه وتعالى وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار من علم أن مرجعه ومصيره إلى الله سبحانه وتعالى لابد أن يصحح مساره في دنيا لابد أن يصحح عمله وسلوكه لأن من أعظم ما يقوم الإنسان في الدنيا هو إيمانه بالآخرة وسورة الغاشية كلها تصب في تقرير وغرص الإيمان بالآخرة في نفوس الناس نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته إنه جواد كريم وصلى الله وسلم على نبينا محمد تنير الفهم أمثال عظاة وتهدي للحقيقة والصواب كتاب الله نبراس البرايا وغيث النور للروح اليابابي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة